موسيقى رأيوا لكل بلوة وراها ربنا وصدقني تاني ده من الأسئلة اللي خد مني وقت كتير وعدت أدرس كلمة البلية وهقول تاني لكل مشاهد اوعد فكر إن المقصود بالبلية أي بلوة يبقى الرب عمالها أبدا دي برضو كان المقصود بيها السابي السابي تتكلم على سيادة الله كمان وصدقني سدقني مسكت النص فصسته حتى حتى لأن في آية 3 يقول لي هل يسير اثنان إن لم يتواعد هل يزنجر الأسد في الوعر وليس له فريسة مين الأسد ومين الفريسة مين الاتنين اللي بيتواعد لما قريت القراءة والخلفيات عموز كتب قبل السابي شايف إسرائيل بتنحدر إلى الفساد والشر وشايف أشور بيتقدم وبيتوحش وهو شايف بعين الرائي عين الرائي دي بتنزل في الوحل والطين وأشور البلد الشرير بيتقدم ويتوحش فقال لنفسه وده موجود كتير في كل عموز نتيجة شركه الرب هيبتليكم هتحصده في بلوة جاية عليكم إيه البلوة إليه السابي هل يسير اثنان إن لم يتوعده فيه أسد وفيه فريسة مين الاثنان هي أشور اللي بتتقدم وإنتو نزلين هم الأسد وإنتو الفريسة وإنتو الفريسة وهقول لكل مشاهد رغم أني أشور سبى بني إسرائيل بقردته الحرة إلا إن الرب صاحب السلطان يلويل لأشور قضيب غضبي يا سلام يا رب قضيب غضبك آه وهي عقبهم لأن عملوا ده بقردتهم الحرة بس لأنه هو صاحب السلطان على كل الأحداث استخدم أشور لعقاب بني إسرائيل أدام آه يعني فبقول تاني البلية المقصود هنا هي السابي الاثنين اللي يسيران معا تعازم أشور وفساد بني إسرائيل مع أنه عاموس كان يعني شخص بسيط آه يعني عنده فلاح بيشتغل في الجميز وبيرعى الغنم آه وكان جن بيت لحم آه في منطقة تقوع يعني كان في منطقة يهوذة لكن عم يتنبأ على إسرائيل بس تمتع وانت بتشرح دايما بأمانة في المواقع والأماكن وغيره أنا فبس الفكرة وعرفها بالتفصيل الحالي كانت بعدها يعلمين كان يفكر أنه إسرائيل رح تصل لهذا الوضع بعدين بالصحاح التالت منشوف والتاني والتالت الويلات على كل المدن المحيطة في إسرائيل ويهودة وبعدين بتشوف أعاقبكم ضعفان صحاح على يهودة وإسرائيل بسبب خطئها منرجع على التأديب والعقاب أنه ضعفين دايما عن أي شعب اللي كان مجاور بسبب خطئها